ردت روسيا بشدة خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي على إعلان الولايات المتحدة أن الوثائق التي نشرتها موسكو لا تثبت تورط البنتاج في أنشطة بيولوجية في أوكرانيا وصرح نائب منذوب الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة ريتشارد ميلز خلال اجتماع مجلس الأمن الذي عقد اليوم الجمعة بطلب من موسكو بأن الوثائق التي وزعتها موسكو لا تثبت صحة إدعاءاتها وقال ميلز إن روسيا نشرت هذه الوثائق في محاولة لصرف الأنظار عن أعمال العنف التي ترتكبها في أوكرانيا وردا على هذا الكلام خاطب نائب منذوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة ديميتري بوليانسكي نظيره الأمريكي بالقول لقد نشرنا بضعة مئات الوثائق وهي تضم معلومات دقيقة وأسماء شركات وأشخاص إذا كنتم تعتقدون أن هذه الأدلة ليست كافية ما هي الأدلة الكافية بالنسبة لكم وتابعا نطلب منكم توضيحات ولن نترك هذا الموضوع كما هو ومحاولاتكم لتحويل شكوانا وأسئلتنا الموجهة إليكم إلى أحاديث فارغة عن البعاية الروسية لن تمر وسوف تضطرون إلى تقديم توضيحات مفصلة بشأن الأنشطة الإجرامية التي تمارسونها في أوكرانيا ويأتي ذلك بعد أن أطلع مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسل نيبينزيا مجلس الأمن خلال اجتماع اليوم على بعض الحقائق التي أعلنت موسكو أنها اكتشفتها خلال عمليتها العسكرية في أوكرانيا وهي تؤكد ممارسة الولايات المتحدة أنشطة بيولوجية عسكرية خطيرة ومفيرة للجدل في أوكرانيا وأكد نيبينزيا أن روسيا تعتزم تفعيل المادتين الخامسة والسادسة من معاهدة حظر الأسلحة البيولوجية بغية فتح تحقيق دولي في هذا الشأن موسيقى